كاس افريقيا للفوتسال كرة القدم داخل القاعة المغرب 2024 المنتخبات المتأهلة الى البطولة حتى الان ايضا نتائج مباريات الزهب في التصفيات موعد مباريات الاياب وسجل الابطال وكل التفاصيل اللي عايز تعرفها عن كاس الامم الافريقية للفوتسال في السنوات اللي فاتت والنسخ اللي فاتت مين استضافها مين اخذ المركز الاول مين اخذ المركز التاني مين التالت مين الرابع كل التفاصيل في الفيديو ده السلام عليكم ورحمة الله في بداية الفيديو اتمنى الناس تعملينها لايك للفيديو وتابع الفيديو للنهاية لانه فيديو مهم جدا جدا هيعرفك كل التفاصيل اللي عايز تعرفها عن كاس الامم الافريقية القادمة بالمغرب 2024 في شهر ابريل باذن الله عايز اقولك ان امس لعبة مباريات الزهب في تصفيات كاس الامم الافريقية للفوتسال زي ما انتو عارفين تأهل 3 منتخبات تأهل مباشر للبطولة حسب نتائجهم في النسخة الاخيرة هم منتخب المغرب ومصر وانجولا التلاتة دول تأهلوا خلاص بشكل رسمي للبطولة اللي هتكون في شهر ابريل في الاراضي المغربية عايزين خمس منتخبات تانيين عشان ينضموا للتلاتة ونكمل تمانية نلعب بطولة افريقيا للفوتسال 2024 اتقسمت القرعة وتوجهت القرعة حسب المناطق الى عشر مواجهات هيتأهل منهم بعد ما نلعب زهاب واياب خمس منتخبات اتلعبت بالفعل بالامس المباريات بتاعة الزهاب او مباريات الزهاب الاولانية بعد كده هنلعب مباريات الاياب طيب بالنسبة لمباريات الزهاب كان في مباراة ما بين موزنبيك وزامبيا المباراة الاولى اتلعبت على ارض موزنبيك وقدر يفوز منتخب موزنبيك على زامبيا ثلاثة مقابل اتنين المباراة التانية كانت في ناميبيا ما بين ناميبيا وتنزانيا وقدر يفوز منتخب تنزانيا على ناميبيا اتنين مقابل لا شيء على ارض ناميبيا المباراة التالتة كانت ما بين غانا وكوتيفور وكوتيفور بتفوز على ارض غانا اربعة مقابل اتنين المباراة الرابعة كانت ما بين ليبيا والجزائر على أرض ليبيا في مصراطة وقدر منتخب الجزائر يتعادل مع ليبيا أربعة مقابل أربعة المباراة الخامسة في مواجهات التصفيات الأفريقية كان المفروض ما بين موريتانيا والكاميرون ولكن الكاميرون بتستبعد من التصفيات ويتأهل منتخب موريتانيا مباشرة إلى كأس الأمم الأفريقية إذن عشان ما تتهش مني الآن عندنا أربع منتخبات بشكل رسمي موجودين في كأس الأمم الأفريقية للفوتسال المغرب 2024 المغرب ومصر وأنجولا وموريتانيا عايزين أربع منتخبات تنين عشان نكمل التمانية الأربعة لعبنا مباريات الزهاب النهاردة ولسه مباريات الإياب النهاردة موزنبيك بتفوز على زنبيا 3-2 نميبيا بتوزم من تنزانيا 0-2 غانا بتوزم من كوتيفوار 2 مقابل أربعة وليبيا بتتعادل مع الجزائر أربعة مقابل أربعة عندنا مباريات الإياب هتكون أحد أيام 9-10-11 فبراير ويوم 9-10-11 هنعرف الأربعة المتاهلين عشان ينضموا للأربعة اللي تأهلوا بالفعل عايز أقولك أن مباراة الجزائر وليبيا هتتلعب في الجزائر وتم تحديد موعدها بالفعل في يوم 10 فبراير 2024 10-02-2024 الساعة 7 مساء بتوقيت الجزائر يبقى عندنا توقعات الشخصية الجزائر هيستفيد من تعادله خارج الضيار وهيقدر يفوز على أرضه برغم وجود القوة الكبيرة لمنتخب ليبيا ولكن توقعات الشخصية منتخب الجزائر ممكن يفوز على أرضه وسط جمهوره وكل التمانيات ليهم طبعا بالتوفيق هما الاتنين القرعة ظلمتهم بصراحة أن فرقتين كبار يتحطوا في مواجهة بعضهم البعض حسب طبعا القرعة من الاتحاد الأفريقي وبالتالي سنخسر أحد المنتخبين الجزائر أو ليبيا طبعا في كأس الأمم الأفريقية أيضا في المباراة التانية كوتيفوار هتستقبل غانا على أرضها أعتقد أن كوتيفوار ممكن تتأهل لأن كوتيفوار فازت على غانا بره أرضها أربعة مقابل اتنين أيضا تانزانيا اللي فازت على ناميبيا خارج أرضها اتنين مقابل لشيء أتوقع تأهل تانزانيا وموزنبيك أعتقد أنها ممكن تمر أمام زنبيا رغم صعوبة المباراة أنا توقعاتي الأربعة اللي هينضموا للأربعة اللي تأهلوا بالفعل موزنبيك تانزانيا كوتيفوار والجزائر أنت رأيك إيه يكتب لي في التعليقات أنا رأيي أن الأربعة دول هينضموا لمصر والمغرب وأنجولا وموريتانيا عشان يبقوا ثمن منتخبات في منطقة القوة يلعبوا كأس الأمم الأفريقية النسخة القادمة بإذن الله اللي هتكون من تنظيم المغرب وهتتلعب شهر إبريل الفين أربعة وعشرين وأقول لك بالمناسبة هي النسخة رقم تمانية يعني تلعب قبل كده السبع النسخ من كأس أمم أفريقيا لكرة القدم داخل القاعة كرة الصلاة كرة الفوتسال كرة القدم داخل القاعة الكرة الخماسية قول لي أنت بتسميها إيه في بلدك يعني كل واحد بيقول عليها مسمى معين ولكن هي تنفع كل الأسماء كرة الصلاة الكرة الخماسية الفوتسال بالسين الفوتسال بالصاد كرة القدم داخل القاعة كرة القاعة كل الكرات دي تنفع أو كل الأسماء دي تنفع لهذه البطولة النسخة اللي جايزة ما قلت لك في المغرب هتكون رقم تمانية بإذن الله في شهر إبريل الفين أربعة وعشرين اتلعب قبل كده سبع نسخ أقول لك على التفاصيل بتاعتهم النسخة الأولى نظمت في مصر مصر هي اللي نظمت البطولة الف وتسعمية ستة وتسعين البطل كان مصر الوصيف غانا والمركز الثالث زينبابوي والمركز الرابع الصومال النسخة الثانية أيضا كانت في مصر سنة ألفين واللي فاز بيها منتخب مصر والوصيف كان منتخب المغرب والمركز الثالث ليبيا والمركز الرابع جنوب أفريقيا النسخة الثالثة كانت زهاب وإياب واللي فاز بها منتخب مصر والوصيف كان موزنبيك والمركز الثالث المغرب والمركز الرابع غينيا بيساو بعد كده النسخة رقم 4 كانت في ليبيا 2008 وفاز بها منتخب ليبيا والوصيف كان منتخب مصر والمغرب كان المركز الثالث وموزنبيك المركز الرابع النسخة بتاعت 2012 كانت في بوركينا فاسو ولكن ألغيت لم تلعب البطولة في 2012 وكانت ممكن تكون من تنظيم بوركينا فاسو بعد كده رحنا في جنوب أفريقيا 2016 استضافت جنوب أفريقيا نسخة 2016 رقم 6 والمغرب فاز بالبطولة مصر كانت الوصيف مزمبيك المركز الثالث وزنبيا المركز الرابع والنسخة الأخيرة رقم 7 كانت 2020 من تنظيم المغرب وفاز بيها متخب المغرب الوصيف كان مصر وأنجولا المركز الثالث وليبيا المركز الرابع يبقى اتلعب قبل كده 7 بطولات واحدة لغت وستة اتلعبهم مصر نزمت البطولة مرتين وزهاب وإياب مرة واحدة 2004 ليبيا نزمت البطولة مرة واحدة وجنوب أفريقيا مرة واحدة والمغرب مرة واحدة والمغرب هتنظم البطولة للمرة التانية اللي جاية بإذن الله بالنسبة للأبطال مصر عندها تلات ألقاب 1996 و2004 ليبيا لقب 1 2008 والمغرب لقبين 2016 و2020 بالنسبة للوصافة المغرب عنده مرة واحدة وصافة مصر عندها تلات مرات وصافة أما بالنسبة لطبعا المركز الثالث المتخب المغربي عنده مرتين في المركز الثالث 2004 و2008 وأيضا المتخب الليبي عنده مرة واحدة في المركز الثالث سنة 2000 ومرة واحدة في المركز الرابع سنة 2020 البطولة اللي جاية هتكون قوية جدا 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 توقع لي في التعليقات مني يقدر ياخد النسخة رقم 8 من كأس إفريقيا للفتسال كرة القدم داخل القاعة المغرب 2024 لعبنا مباريات الزهاب بالنسبة للتصفيات متبقي مباريات الإياب عشان نتعرف على أربع منتخبات تعرفنا على أربع متأهلين المغرب ومصر وأنجولا وموريتانيا ويتبقى لنا أربع متأهلين آخرون في مباريات الإياب إن شاء الله أحد أيام 9 و10 و11 كل التوفيق لمنتخباتنا العربية ده كان تكررنا النهاردة لكأس الأمم الأفريقية للفتسال أتمنى عمل لايك للفيديو اشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته